اه منعرف ربنا قاله بيدل على ان احنا لو وكلنا امرنا لله كل حاجة هتمشي صح حتى لو فشلنا واتطلقنا وا 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 فربنا بيقفل باب عشان يفتح ابواب تانية كتير وما فيش حد بتقابليه في حياتك خالص يا بص انا مريت بحاجة كتير كتا لو فكرت كده هفكر ان كل انسان انا عرفته او اتجوزته او قابلته او قابلته لسبب وبطلع السبب ده فعلا بيبقى في حكمة من انت تقابل فلان او يقابلك في الوقت ده من حياتك وفي الوقت ده ميشي من حياتك برضو عشان يفتح لك باب احسن منه ينفع المرحلة اللي بعد ديها ده مش معناه انه مفيش حد يستمر بس قصدي اقولك انه مفيش حاجة فعلا بتحصل غير بسبب وعصة انت كرشان وخيرا لكم مش عاملة شيخة النهاردة ولكن والله العزيم بقول من قلبي جدا كلنا مقصرين كلنا بنعمل حاجة غلط كلنا مقرفين كلنا بنعمل معاصي لكن احنا حاجة في الدنيا متوكل على الله سبحانه وتعالى وعندك ايمان شديد انك مهما تكون وحش هو اكبر منك واعظم منك واكرم منك بدليل ان احنا طول النهار قاعدين نعمل حاجات زي الزفت هو كريمنا كريمنا بنعمة النظر واللمس والشم والمشي على رجلينا وبيأكلنا ويشرابنا ويرزقنا ويدينا عيال واحنا زفت ولا بنديره اي حاجة خالص فهي الوصفة فعلا في موضوع الجواز ده انك تعرفي ربنا بجد يعني من يتق الله يجعلهم اخرجنا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ده بجد بس اللي يعرف يعملها بجد ربنا يا رب يهدينا كلنا التقليل اللي جاي بقى واحد متجوز واحدة وعندهم عيال وقعدوا 13 سنة متجوزين فجأة تعرف على واحدة تانية قدام الورشة بتاعته حطته في الدماغ فضلت تجري وراه وتهدده لغاية ما تجوزته وسب مراته بيحب مراته الاولنية فرجعها بس انفصل عنها يعني ما بيروح لهاش تاري ايه دي قصة او هتسمعه قصة يعني شانا مصورها من زمين الستة التانية محرجع عليه ما يروحش لمراته الاولنية او هم فهمها انه مطلقها او كده فعرفت ان هو رح لها البيت نداهت له البيت ده امه امه في نفس العمارة فهي تخيالت انه مش رايح لامه هو رايح لمراته الاولنية اللي هي على زمته اللي هي او معياله اللي هي بقى لا تلتاش سنة قالت له طب انزلي عشان عايزة منك فلوسه بتاعها انت عندهمك قال له اه قالت له طب انزلي عشان عايزة منك فلوس مخليه دراعه اليمين في الورشة مستخبه عشان يكتفه وهي مش فاكرة ببلطة ولا بايه نزلت عليه خلت حاجة من المدبح مش فاكرة كان اسم السلاح ايه ودرابته كازلك ايه كازلك من المدبح خلت كازلك من المدبح عشان راح لمراته الاولنية وخلصت عليه عشان ايه عشان الشيخ اشرف او الاستاذ اشرف غني ويا حملك منه او خلفت حد عنده سانة باين فهتورس ومش عايزة فلوس تروح لمراته الاولنية مش غيرة ولا حب اصلا قالك ايه اصلا بتغير عليه يمكن حب لا مش غيرة ولا حب تعو نشوف مع بعض امست Parl closer to my وا كنا زلها كاد هاي كلمتو نزل لها عشان يديع participants للولد قايت له نزل عشان انا عاوز افلوس الولد بيموت هي سكنة فين مش سكنة هنا خالص جات له هنا عشان تاخد فلوس او كان بتيجي جات قبلها ومامته سكنة في الخامس وانا في التاني جات له قايت له نزلي عشان الولد تعبان عايز فلوس عايز اوديلي الدكتور ابنها اصلا عاوز عملها فهو نزل خد الفلوس ونزل نزل وهو نزل هي اللي حكت ان كان في حد مستخبي هنا هو كان الشركة مستخبي هنا وهو نزل هي وفا هنا وهو نزل لها كده حد كتبه من هنا كتبه كده وهي راد رباه بالغنجر فاله هو الحش ايه معلش في حد كمستخبي هنا بتقولي او مين الكمش هي بقى كل شوية مرة قلت طلقها ومرة قلت الصنايا اللي كان شغل عنده في الورشة كمستخبي هنا بيعمل ايه عشان هي مش هتقدر تضربه الوحدة فهيمسك فيه فجايبة حد يمسكه بقى من وره وجايبة جايبة جايبة الكازلك بتاع الجمال اللي هو طويج كازلك الجمال الكازلك اللي هو بيتباحه بيهم فهي كانت المفروض كانت توقفة هنا وهو نزل لا دهوة يا حبيبي بعد ما دربته قال لها مش عشان اهلي هيبادلوك مشها عشان خايف على ابنه قال لها مش انا مش عايز بالنك حاجة وخلاص مش عملت اللي انش عايز دربته بايه بالكازلك بتاع الجمال باسر امن المطبح اختها بتشتغل في المطبح جزارة سرقته من الراجل اللي هي شغالة عنده فاتصلت اختها دي بيقولوا اتصلت بيه قبلها بيهم وقيت له يا اشرف خلي بالك عشان كاني هتموتك قال لها يا ستي خليها على الله جغل بانا قيت له والله هتموتك قال لها خليها على الله فهي اتصل هو اي لحظة هو كان متجوزك ومخلف منك وبعدين وانفصلنا اطلقته وانا اتجوزت وهو اتجوز ايه ما عرفت نعيش نعيش معا يعني لانا عرفت عيش مع غيره ولا هو قد ايه بقى قد ايه انفصل ايه ثلاث سنين وانت عيشة واحد تاني وهو عيش معه عيش معها واحدة تاني الواحدة التانية ببينكو ايه اطلقها اه واحمد وعمر احمد 16 سنة وعمر 14 وهي معها اربعة هيا كانت جرته في الورشة جوزته تلات سنين برضو هيا اتجوزته سنة ونص كده يعني من شهر واحد لحد دلوقتي سنة ونصة ورجعك من غير ما يتلقها هو رجعني قبل ما يتجوزها هو هو ردني هو ردني هيكت عايزيه لا مش فهم هيكت عايزيه دلوقتي اتطلقتي تلات سنين وروحتي اتجوزتي وهو راح اتجوز راح اتجوز وانتي مش هنازمته اه جوزها ايه لا جوز واحدة تانية خالص اه تمام وانا اتجوزت انا تعبته وهو تعب يعني ما عرفناش رجعته البعض راح اتجوزها عليك تلات يوم رجعني راح اتضربته بمطوى تحت السلم برضو تحت وهو نزل يصلي في الفتح مراته ولا لا لا اكت عاوزيه كتها ايه جرته في الورشة يعني ورشته مسبك هو فتح مسبك معيد المسبك كده وبابها كده ومعها جوزها ومعها اربع عيال معها بنوطة عروسة 16 سنة اه كانت عايزة بقى كانت عملة تلف بقى وراه وتعمل لنا اعمال وتيجي ترشلنا ساحر وكانت مدمر حياتنا بس انا ما كنتش عارف حاجة بقى وما كانتش متجوزها لسه وما كانتش متجوزها لسه متجوزها وما كانتش عاوزها وعمره مبصر هو تجوزها عليك تجوزها عليك بس بالتهديد والضغط بعد ما ضربته بمطوى تسع غرز مالهي قتلت وليه عشان رجع لي تاني هي فتك ماشي كانش سايبك يا وانش مطلقنيش هو مطلقنيش هو مطلقنيش هو مطلقنيش هو اتجوزها لما هي يعني هو لما رجعك اتجوزها خوفا منها مش قصدي كان منفاصل عنك يعني انا مرادة لحد النهاردة مش قصدي كان منفاصل ما بيعدش كان عايش معايا كنا عايش معايا وما لإيه اللي اختلف بالنسبالها بقى هي جات وقفت تحت العمارة في صلاة الفجر اللي بست نيكوب ورح توقفة في صلاة الفجر وقعت له وانا مستنياج بقى لي سبع سنين اتجوزت وطلقت مش لقى في حاجة بس هو اتجوزها عليك ايه اللي اتغير عشان تقتله اتغيرش حاجة انا سبته لها بقى خالص طبعا زيلت منه نتجوز دي قلت له لو كنت اتجوزت اي واحدة خصمت لي بقى خصمت خصمت وتصالحنا بين فترة بيكلمني بس بيعني ما بيجيش ما بيجيش ومش عارف يجي منها ويقول لي سبولي لما اخلص منها وجيه بقى ما جيش هي ضربته افتكرت انه هو جي سبب ان هي ضربته وهي افتكرت انه هو جي هو كان ايه عندهمه فممت عيت كان واخد ممت وقعد بره في بيت تاني هم ليهم بيت تاني فوق يعني انت كل ده كنت مخصماء وهي لقيته جيه هنا افتكرت بقى شايفية طالع العمراء الصبح اتطالع داخل قيتلك بس ده رجع لمراته راحت تباله بقى سرقت الخنجر الكازلك وجات قبلها بيوم اتخانقت معه والجيران كلهم شافوها ويبتتخانق معاه وراحت جات يوم يوم الجريمة الحادثة دي ضربته هرسو الا ضربته على ايه في قلبه في معدته جابت الكبد وجابت المعاق الدقيق في ضربة واحدة كتعرفة هي بتعمل ايه ووقع توفى هنا انا ما شفتوش هما الجيران حكولي بقى ان هي ان هو نزل لحس اللي 22-23 كده وراحت ضربه هنا كده ما شفتهوش نا خبطوا علي بعد ما راح المستشفى كان عمالي يقولوهم ما تقولوش للحريم ما تقولوش لام محمد ما تقولوش لامي وراح مشالوه على المستشفى اول ما دخل قط العمليات قالوهم قالوه الدكتور قليل حالة حرجة قعد من 11 لحد الساعة 4 في قط العمليات هو يعرفها منين السادة دي رسودة جرت الورشة سكنة في وش وكان بيعتف عليهم والله كان بيعتف عليهم والله كان بيعتف عليهم جوز عليك ليه هو طيب ومسالم فوق ما حضرتك تدخالي انزل الشراء واسأل عليه مش بتاع مشاكل بقى لي 17 سنة معي عمره مش هتمني لفظ لفظ أكسم بالله عمره ما قال لي لفظ عمره ما مدينة عمره اتطلقته أول مرة ليه أصحور تقولي وأعمال تقولي ومهما أحكي لك مش هتصدقي كنا بصي روحنا في بعض إحنا أنا وقد ده حب حب من طرف واحد من قبل ما يخطبني كنت بس أقدتك تتجوزي غيره جوزت عندي فيه لما هو اتجوز عشان يعني عشان غزين عشان أغيزه بعد ما اتطلقنا بعدها بعشرين يوم عرفت إنه هو اتجوز اخته جاءت ليه ده اتجوز فأنا اتجوز بعدها بثمان شهور كنت عايزة أغيزه ما عرفتش عايش مع حد غيره وهو برضو ما عرفش عايش مع حد غيري واللي اتجوزها دي عمره محبه لأنه أصلاً ما كانش بيحترمها تقبض عليها هي أه تقبض عليها تلت يوم هي ضربته وبعد ما ضربته اتصلوا على عمر ابني قيت له باباكماله احنا اسمعنا انه ضرب بسكينة أختها قبلت ابني هايستعرف ماته ولا لا فضلت تتصل كتير وأرقام كتير جداً تتصل علينا الناس كتير جداً تتصل علينا أبوك عامل ايه عمر يقول له مين يقفل السكة أختها قبلت عمر في الشارع وهو جاي من المتحن قيت له ده ابوك تضرب بسكينة احنا اسمعنا ان ابوك تضرب بسكينة طب انا ما كنتش جايستعرف يعني احنا ودينا المستشفى على اساس ان فيه سرقة موبايل وافتكرنا كده بس انا ما كنتش مسبقة انا كنت عارفة من هي لان ايه عملتها قبل كده عشان يكتب عليها ضربته بسكينة عشان يكتب عليها ضربته بمطوى تسعى غرز راح اتجاوزها وابني كان شاهد خاف قيت له المرة الجاية في المراجي فيك المرة الجاية في احمد هو كان بيخاف على اولاده اول حتى لما كان يبقى عايز يجيلي وكت بشوفها في عيني انه هو عايز يجي وعايز يقعد في وسط عياله يقولي طب ازبوري ازبوري لما اخلص منها الاول ما تجيش عندي الورشة وما تستفزهاش يعني خلينا نتقى شرعه استني لما اخلص منها مجنونة يعني لما رحش بلغ عنها ليه مش بتاع كده اشرف خالص اشرف غلبان غلب ما احكيلك مش هتصدق اذا كانت اخته حزاري ده مفروض يعني يعمل ايه ده دراه اليمين في الورشة معا هو استخفر موازم دراه اليمين هو اوه كنشغل معا في الورشة استخبي له هنا يعمل ايه اشرف ده خيم ده عمل عليك مع امراضك رحلي حرم عليك مستخبي هنا بيعاني ايه يعني هي ممكن كتعرفة ان هو ممكن خايفة ممكن ايه اوه فبع جابته يعني احتياط هو كتفه وهو دراه اليمين في الورشة أصدي عارفت تعمل كده وتهرأ وكل عادي أشعر فجالها قلبي منين أصر آه جريئة شا جالها قلبي منين بعد سنة ونص جوز بدأت حنية وكرم أخلاقه وحلين وكريم وكان بيكرمها هي وأهلها وكانوا يخدها بالأربع عيال بيصرف عليهم يعني أولادها دول معيان هو غريب برضو الله يرحم حد يتجاوز حد يخوف آه عارف هيقولي ولا أنت بتقولي لنفسك كده عشان اسألي الناس كلها تحت عرفاهم عارف هالناس دي صعب حد يدخل في سطوم وخصوصا أشرف أشرف دكة والله أكسم بالله ملايك مش بقولك عشان جوز سوكن عايش معيها عايش معيها بس كان كبر مئة سنة وهو معيها ما كنتش بشوفه بيتحك مالك يا أشرف مفيش كان شاله أموم الدنيا أول ما طلقها هو رمع عليها يميني تطلع قايت له أنا مش هتطلق رسمي غير لما أخد 35 ألف بتوع الأيمة مع أنها يوغد عرش البيت كله قال لها حاضر جمع لها 35 ألف ورحل لها تعالي يلا نطلع خدي قايمتك قايت له أنا عايزة 50 قال لها حاضر قلوا أنت بتعمل معها كده ليه هي كل ما هتشوفها بضعيف هتقوى هيا الزيادة وفعلا ضل حصل سوش الدرج وجودة وفي قوة كده فعلا يعني يعقل طب كنت يعني هو شي يعني يعني كيكبت هقلق بالسيدة فيش تعمل يعني مش مشكلة مش عايزينه بس يعني خليه ليه عمل فيك إيه كان بيعطف على أهلها كان بيجيبه وهو كان بيفرق توقف في المستشفى على طول بعدين ايه توقف في المستشفى على طول بعدين دخل العيش بعد العملية طلع من العملية دخل العيش يعني ما فيش ما خدش وقت هو تاني يوم مات تاني يوم مات بعد ما مات ما قاتش في المستشفى خالص تي بعد ما مات ورحت لها الأخبار أنه هو مات لأن شركة ده كان وقيف معنا في المستشفى كان بيبلغ لها الأخبار بالتليفون بعد ما مات جاية تمشي في جنسته جاية تمشي في جنسته جاية للعز أشرف ما معنا مش هي اللي عاملة كده يعني هي مش عاملة هي كانت هربانة بقالها كم يوم بيدوروا عليها كام يوم يحبون أبضار عليها وراحتين وراحوا البيل وراحوا كل عند إخوتها كلهم عشان يجبوها وهي هربانة أول ما عرفت بالتلفون إن هو مات جاية تمشي في جنسته أخصي مسكتها بقى ضربتها ومسكنا فيها تحفظنا عليها عشان كانت عايزة تهرم تحفظ عليها في المستشفى وراحت أجل مش عرفكم هاي اللي عملت كان عارفة تخص أشرف منوش أعداء عارفة ليه فلوس عند الناس كلها بعد ما تلته جاءت المستشفى عارفة كاف الأيتام عارفة بيفرق الشنط بتاعة رمضان دي كان بيعمل لهم هما الشنط مخصوص يعني يكتب عليها الشنط كلها حاجة وأولاد عم سعيد دي يكتب على الشنطة أولاد عم سعيد اللي هما هما يعملهم الشنطة بشنطتين ثلاثة لما يدبح في العيد لحمتهم أي حاجة مخصوص كان بيحسن ليهم فوق ما تتخيل يا هيهي بقولك بعد ما قتلته جاءت المستشفى وقفت معكو عيد وكتب عليها وكده ولا يعني مكحة بيتمثل عارفة لا قصد يقول هيكت قصد تقتيله ولا كبتهوش طب هو في حد قصد يموت قصد يهوش يجيب كزلك جمال يضرب بيه دربة واحدة يجيب الكبد والأمعاء الده دربة واحدة ده من طعنة واحدة ده أنت كان جواكي غلك بقى غل طب أنت ما خوفتيش على ابنك تيتمي طب أنت يتمت ابنك جماعة ولد منه يتمت ابنك ويتمت شحمد وعمر هو كان خايف عليها وتجاوزة خلف منها إخوف مرده ما قلت لهش قالت لي هي كان بتاخد حوق أنا وشاركي قلت لنا قلت لنا أنا وردة وسيلة هو ما كانش عايز مني عيال بس أنا عايزة خلف من عائلة الصواف عايزة تجيب ولد من عائلة الصواف كان بتمشي في الشارع عندها حالة تستيريا تقول لهم أنا امرأة أشرف ما كانتش مصدقة الأمل اللي هي فيها ما كانتش مصدقة لده جوزها مش مصدقة لده جوزها تمعت في أخلاقه وبعدين تمعت في فلوسه وبعدين تمعت في غمره طب ليه ما وقتيه ليه طبس يعني والله العظيم هتورس بقى يمكن هتورس جابتقول لهم دو عمر انتوا للشقة وإحنا الورجة عمم كان كان بنسمع حاجات ساعات واحد ما يصدقهاش بس لازم نسمعها عشان نخلي بالنا يعني اللي مستنيه هنا ده درعه اليمين واللي قتلته بالكزلك وموتته على السلم هنا دي مراده ومبنه يعني مش هقولكو ولا واحد حرامي ولا عصابة ولا ولا اي حاجة بالحجد ده اقرب الناس ليه مراته ومبنه ودرعه اليمين في الورجة واكيد قاليكو من موته بقى ونورس وانت تاخد الربع وانا اخد النص فلوس كل ده فلوس خاف وراح تجاوزها عشان شوشرة والتهدين مات برضو هل ده سبب الوحيد ولا هو بيقولها هي بس كده لو ردينا بس بحشتنا وبلاش تبقى زوجة أولى وزوجة تانية ونطط من هنا لهنا ونفصل عن دي وطلق دي وارجع لي دي واروح لي دي لووسنا نرضى بحياتنا ونبقاش عنا في كل حاجة تبقى حاجة لطيفة جدا انتو مصدقين انه ممكن يكون اتجاوزها خوف فعلا يعني معقولة اتجاوزها خوف يعني معقولة ممكن واحد يتجاوز واحدة خوف من تهديدها او مجاملة مثلا انا قلتلك واسفة النهاردة يعني امشوا بس عليها وربنا ان شاء الله يحفظنا من كل ده ولكن ايه اللي حصل لنا الستات دي لازم يحصل لها ايه لازم تتعدم فورا لازم تتعدم فورا لان لازم تبقى عيزة يعني يعني لو انا ايا كان اسبابي ايه بقى فلوس مش فلوس بتاع مش عارف ايه دبرت حاجة وفاكرة ان انا هطلع منها بقرشين فكرة ان انا يجيلي الجراءة اساسا ان انا امسك سلاح واضرب واحدة موته لا ده مجرمة مجرمة يعني احنا نحمي نفسنا بربنا والدخلية والدولة تحمينا بالقانون ليه الدخلية؟ لأنها بتقبض عن الناس القضاء لازم يحكم بالقصص فورا من قتل يقتل لو حصل كده والله العظيم حاجات كتير قوية تتحل يعني لو القوانين اتفعل كتير انا خلاص بقى انا زهقت من نفسي لو القوانين بقت قوانين راضعة وقوانين قوية وتفعالت جامد قوي هتبقى حاجة يعني هتأثر جامد على صحيح من الخاف واي بشر بيخاف حتى رب غلب محب يكلم معنا بساسة ثوبة العقاب يبقى هي احسن طريقة للتقويم كل سنة طيبين ورمضان كريم وطبعا بعد يعني بكرة اخر يوم للبرنامج هتوحشرنا جدا دايما يريه ايه هو ليه البرنامج بيقف رمضان مع انه برنامج خير مش عارفه الله عمري ما سألت القناة السؤال ده ليه احنا بنقف رمضان مع ان احنا برنامج خير اقولك وليه بصراحة لانك بتفرجوا على المسلسلات اكتر من ايه حاجة تاني فاحنا هنتلع محدش هيشوفنا ولكن بشكركم جدا 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 وبقدركوا جدا وما تنسوناش في رمضان احنا مش هنطلع هاوة ولكن هيبقى فيه ناس كتير قوي في مدرسة الدولة الاحتاجات الخاصة مستنيين تبرعاتكو اللي بيتعلموا فضل الله وفضلكو هيبقى الناس اللي بننقذها من القلب المفتوح مستنياكو الناس اللي عايز تزرع كلا مستنياكو الناس اللي عايز ترجع لها نظرها مستنياكو الناس اللي بتغير مفصل مستنياكو الناس اللي بتركب قوقع عشان تسمع وتتكلم مستنياكو حاجة كتير قوي بتدور كل يوم صبايا الخير الحمد لله في كل مستشفى فيك يا مصر اسألوا بس ادخلوا اقولوا فين عايزين صبايا الخير هتلقون كتير قوي فمن فضلكو ما تنسوناش انا بأمنكم امان انا ما عنديش فلوس اعمل اعلانات وحاجات من فضلكو ما تنسوناش لان فيه ناس في رقابتنا كتير قوي وانتوا بتعملوا عمل عظيم جدا 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 كنت فاكرة اقول حاجة وانسيت بسم الله الرحمن الرحيم اه عايزة اعمل حاجة ترددت كتير قوي ان انا عملها بس اول مرة هعملها من 14 سنة انا عايزة اشكر المعلنين اللي على البرنامج انا ريهان بقى شخصيا بعيدا عن الموزيعة وبعيدا عن اي حاجة انا عايزة اشكر سبونسورس بتاعنا ممكن تقولي اسمنيهم لو سمحتوا عايزة اشكر زيت حلوة عايزة اشكر روابي عايزة اشكر اشكر جونسون فيه اتنين تانيين مكارونا الملكة قلت قلت زيت حلوة وقلت جونسون وقلت سامنا روابي وقلت مكارونا الملكة فيه حاجة خمسة بشكركم جدا وبشكر كل اسباطس الاعلانات واولهم شركة انتصالات لان اول اعلان نزل على البرنامج كان شركة انتصالات وكانت ليا واللكرو والبرنامج ما عرفش القناة ايه مكلمش حد كانت بمثابة رجوع حقيقي ايه سامنة جنة انا اوعيتكو والله العظيم انا هستعمل مكارونا الملكة وزامنة روابي وسامنة جنة مع بعض وناكل المكارونا الملكة وجونسون طبعا يعني مش محتاج خالص ان احنا نعمل اي حاجة انا عايز اقولكم ان الجونسون ده والله مش اعلان بس بجد البيبي اويل بتاع جونسون ده بيعمل معجزات يعني غير ان انت تحطيه عشان تصمري في الشمس غير ان انت تحطيه وانت حامل على كل جسمك عشان ما تشقق ايه يعني عندهم منتجاتهم كلها هاي والله العظيم مش عشان نزل على البرنامج جونسون مش محتاج يعني بس لانا بتكلم فيه انا ليه بشكر المعلنين دول وشكرتهم واحنا بنقف مش واحنا بنبتدي انا زي ما قلتلكم والتصالات اللي ابتدت معنا انتو رجعتولنا وجودنا لان الاسف الشديد هو ما فيش رجوع لبرنامج حقيقي غير غير باعلاناته والله العظيمة عمره ما بيبقى التارجد بتاعنا ان احنا نجيب اعلانات خالص لان انا ما باخدش حاجة من فلوس الاعلانات دي ولكن ده معنانك متشاف فمشكركم جدا 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 وبقدركم جدا وشرف لينا ان انتو على برنامجنا وكل سباط اعلان نزل انا طبعا مش هقدر اقول يا ريت انت تقدروا تقوليه كل سباطات الاعلانات احنا عندنا اكتر من 40 دقيقة اعلانات كان نفسي اعرف السباطات اللي نزلت يشن اقولهم بالاسم شركة شركة واشكرهم ولكن ملحوقة لما نرجع ان شاء الله نشكرهم بشكر شكرا جدا على مسنددكو لنا بشكركم انكم سقطكو فينا بشكركم ان انتو نزلتو على برنامجنا ونعيدكو بالمزيد وبنجاح اكبر بمشاهدة اكبر ان شاء الله جمهوري العزيز العظيم بكرة عندنا حلقة قوية جدا 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 ولازم افضل اقولكو لغاية بكرة انو كنتو حشوني جدا 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 لازم افضل اقولكو ان احنا نغيركو ولا حاجة احنا ربنا بيجعلنا سبب ان احنا نحي اطفال وجبار كل سنة وربنا يجعلنا سبب ان احنا نزيل الالم عن الناس هذا افكركم بحاجة بسيطة جدا تقارير اللي احنا بنزاعها عن الخير او عن العمليات لازم نفتكر ان فيه ناس بتعرض نفسها لحاجة ممكن تكون مش حباها وتطلع على الشاشة وتقول انا عملت العملية عشان بس تعرفوا ان العمليات بتتعمل وان كل حاجة بتمشي على اكمل وجه والناس دي بتطلع باختيارها عشان تقولكو تبرعوا كمان وكمان التقارير دي مش كآبة ولا زعل ولا حزن ولكن ده تقدير ليكو بنقولكو ان فلوسكو بتوصل في الحطة الصح وفي نفس الوقت بتفكركو ما تنسوناش تذكرة قبل التقارير اللي جاي في ناس كتير قوي مستنية تبرعاتكو في ناس كتير قوي مستنية رحمتكو في ناس كتير قوي مستنية انكو تفكروا بس فيها دخلين على شهر رمضان الكريم وان شاء الله ان كل اللي هتقدموه لصبايا الخير واحنا مش موجودين او مش عالشاشة هنكون احنا بنشتغل على قدم وصاق زي ما بيقولو عشان ننقذ حياة الناس ولكن من غير مساعدتكو مش هينفع وفكركم ان احنا عندنا مسيرة خير لازم تهتموا بيها ان شاء الله بإذن الله في شهر رمضان الكريم ننقذ ناس كتير جدا جدا يا جمهور صبايا الخير العالم تلاتة وتلاتسين طفل اللي محتاجين يعيشوا مش هقول محتاجين يعملوا عمليات اللي محتاجين يعيشوا ربنا ما يحوقوا لحد أبدا ربنا يحافظ على عيالكم تحس بيه تقالي تمشي ولا بتبقي تعبانا أول منزل على سلم ما شافافة بتزرق ورجل بتوقع مش هتقدر تشرح لكم قويه يا حظة بيه أكيد مش هتحب تفرض فيهم بس قولت فقالنا الولاد دول بين الحياة والموت يا خيالوا انكم تحيوا كل مولاد دول مع الرسول اللي البلاغ دي أمانة أنا ربنا بعتها لي وأنا بأمنكم نفس الأمانة ترجمة نانسي قنقر